موانع لاستخدام المكملات الغذائية بشكل عام أو ألب مالتي فيت بصفة خاصة؟ ألب مالتي فيت مناسب لكل الناس ممكن بس بنستثني اللي عندهم مشاكل في الكلا أكيد أي حد عنده مشاكل في الكلا ما بيحقودش حاجة خالص غير باستشارة الطبيب أي مكمل غذائي أو أي دواء أو أي حاجة لكن كل الناس لكن ضغط سكر قلب ضغط سكر قلب لازم يستخدمه ألب مالتي فيت لتعزيز وليس للعلاج لأن الفرق فيه فرق بين الدواء والمكمل الغذائي طيب أنا أصلا عشان أقرر أخذ أي مكمل غذائي هل يفضل أننا أكون عامل تحليل مسبق وعارف أنه عندي نقص في فيتامينس إيه بالزبط ونسبة النقص قد إيه ولا ممكن نتعامل معاه على اعتبار أننا عادة يومية أننا كل يوم الصبحية بعد الفطار بناخد مثلا حباية مالتي فيتامين المالتي فيتامين ألب مش محتاجين تحليل منه لأن التركيز بتاعته إنه منحتاجها في اليوم مثلا فيتامين سي إحنا حاطين 500 ميلي جرام بس هو المفروض أن البني آدم ياخد كل يوم 1 جرام فحاطين سبيس صغير إنه إحنا نقدر لازم ندعم بالأكل الصحي فأورادي التركيز عندي ما تخوفش خالص بقدر أخذه اللي عنده ما يكفي من البيتامين منزل جوه جسمه ومع هذا بياخد من منطلق أن هي عادة صحية في رأيه أو من وجه نظره بيستمر في أخذ البيتامين هو مش البيتامين كمان زيها زي أي حاجة تانية في الدنيا لو زادت على الحدها ممكن تقلب للضغط ما أعتقدش أن كل أن الناس أصلا أي حد بتفرج علينا لو عمل تحليل شامل للفيديامينات أكيد بالنسبة 90% يمكن بتلاقي عندنا نقص أكيد مش كلنا عندنا مش هتلاقوا المونيتور صح في الدم فما أعتقدش أن في حد مش هيحتاج لأنه صعب أنك أنت تعرف تاخد الفيتامين بي من اللحمة صعب أنك تأكل لحوم كل يوم مثلا صعب أنك تأخد وان جرام فيتامين سي تأكل 3-4-5 إطباق صلطة مثلا تشرق تأكل برطقان كتير بيبقى صعب بس عايزين نعمل تحليل ما فيش مشكلة بس أكيد